في عالم السياسة عادة ما يبدو التعاون بين القوى العظمى سهلا إلى أن تندلع أزمة تعرض مصالح أحد الأطراف للخطر عندها تخضعوا العلاقات لاختبار حقي وتقفوا عند مفترق طرق إما التوطيض أو خوض منافسة أكثر حدة على حساب الآخر في حالة الولايات المتحدة والصين كانت هذه الأزمة جائحة كورونا التي رفعت الغطاء عن هشاشة لم تكن واضحة كثيرا من قبل في سلاسل التوريد العالمية خصوصا تلك المرتبطة بمواد وسلع استراتيجية مثل المعادن الأرضية النادرة والطاقة وبطاريات ليثيوم وأشباه الموصلات القدرة على تأمين ما سبق تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة للحكومات ولهذا السبب كانت نتيجة الجائحة منافسة ضارية بين أكبر اقتصادين عالميين حيث ينقسم بينهما وبين خلفائهما النفوذ على إنتاج وتصنيع هذه المواد فبالنسبة للمعادن مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والنيكل تهيمن على تعدينها ومعالجتها الصين والدول الأقرب إلى الصين علما أن هذه المعادن تندرج ضمن قائمة المواد الأكثر طلبا على الصعيد العالمي نظرا لأهميتها في تصنيع بطاريات السيارة الكهربائية والإلكترونيات والمحركات النفاثة المستخدمة لتشغيل الطائرات التجارية والعسكرية والمركبات الفضائية الصين تسيطر أيضا على تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة التي تندرج تحت مظلة المواد الاستراتيجية المستخدمة في الإلكترونيات والبطاريات وتربينات الرياح وغيره هذه المعادن ليست نادرة كما يرجح اسمها لكن عمليات استخراجها ومعالجتها معقدة ومكلفة وملوثة بقدر كبير للبيئة أما كعكة الطاقة فللولايات المتحدة نصيب أكبر فيها خصوصا بعدما حلت الصين محل أمريكا كأكبر مستورد للنفط بالقيمة الصافية وعززت الولايات المتحدة حصتها من الإنتاج العالمي مع مرور الوقت اليوم تعتمد الصين بشكل كبير على مصادر أجنبية للهايدروكاربونايت وممرات الشحن البحري بما في ذلك ممرات محورية مثل الخليج العربي ومضيق ملقا في المقابل وكما يتضح على هذا الرسم البياني تتربع الصين على عرش الإنتاج العالمي لبطاريات ليثيوم آيون المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية بحصة تقارب 80% من ساعة الإنتاج الإجمالية ولهذا السبب تتضح الولايات المتحدة والتي لا تتجاوز حصتها 9% استثمارات ضخمة مع شركائها لتعزيز القدرة الإنتاجية لتلك البطاريات إذن تضخ كل هذه الاستثمارات عبر مبادرات مثل قانون خفض التضخم الذي أقره الكونغرس العام الماضي وأخيرا أشبه الموصلات التي تحكم بأهميتها مستقبل التطور التكنولوجي وتعد مكونا أساسيا في وصفة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي لكونها العقل المدبر للإلكترونيات الحديثة من الاتصالات والحوسبة إلى الأنظمة العسكرية والطاقة النظيفة وغيرها حتى الآن تهيمن شركات في الولايات المتحدة والدول الحليفة خصوصا تايوان على سلسلة توريد الرقائق ما يعني أن أي مخاطر متعلقة بمضيق تايوان قد تقلب الموازين تماما في سلاسل الإمداد العالمية منها واشنطن تحاول تأمين نفسها عبر استثمارات ومبادرات ضخمة مثل قانون الرقائق الأمريكي لكن بكين تستثمر أيضا بكثافة فمن يحسم هذا الصباق؟ ينضم إلينا من بيروت حول هذا الملف الدكتور سامي نادر أستاذ الاقتصاد السياسي ومدير مركز المشرق لدراسات استراتيجية أهلا وسهلا بك أستاذ دكتور نادر يبدو أن التعاون في مخص هذه الموارد التي تسمى حيوية بين الدول سيبقى غائب والمنافسة تغير الأولويات وتغير نهج الدبلوماسي بداية ما هي الموارد الأهم التي تسعى إلى السيطرة عليها كل من الصين والولايات المتحدة ولماذا الحاجة إلى السيطرة عليها؟ صحيح يعني أنها القواتين هتين القواتين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في خضم حرب تجارية قائمة كانت قائمة منذ فدرة واحتدمت خاصة بعد أزمة كورونا وفي الخمس سنوات الباقية أهم هذه الموارد هي كما أشارتم في التقرير الكوبولت، الليتيوم، النيكيل والكوبر وشكل خاص الكوبولت لذلك نرى الصين تسعى إلى استخراج ومد نفوذها في دول أفريقية أساسية وقد يكون أهمها الكونغو حيث هناك مقرات لاستخراج الكوبولت وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية صدها إعلاميا بالقول أنها تستغل عمل الأطفال في صناعة أو استخراج هذه المواد لا شك أن الأفريقية